اشتركوا في القناة واستبع النقيب الى مداخلات اعضاء المجلس واستفساراتهم فضلا عن مقترحاتهم حول الواقع والتي انعكست في قرارات المجلس التي تلاها النقيب العام وجلسة المجلس اليوم في الاسبوع الاول من شهر 4 كانت جلسة مهمة جدا نوقش فيها موضوع الزميلة اية المحامية بالشرقية وانتهى المجلس اذا قرارات مهمة جدا سوف يتم اعلانها بعد الصياغة ان شاء الله من وفق المجلس على هذه القرارات وهذه القرارات تمثل خطوة وقاعدة اساسية في التعامل مع الشرطة والنهابة والجهات القضائية بشكل عام ونرجو من زملائنا المحامين ان يلتزموا بهذه القرارات ثم انتقل المجلس الى مناقشة بعض الموضعات اهمها استمرار قيد المحامي الذي فقد شرط من شروط القيد وعاد النظر في احكام رد الاعتبار في بعض القضايا لان مهنة المحاميات تتطلب ان يكون المحامي حسن السمعة وهذا وفق الاحكام القانون قرارات سوف تعلن قرارات في مجملها لصالح المهنة ولصالح المحامين ناقشنا موضوعات مهمة منها موضوع المحامي محامي السويس استاذ محمد سعفان وانتهى المجلس الى قرار ايضا سوف يعلن بشأن لانه القاعدة ان المحامي لابد ان يكون مشتغل وان اي اجراء بشأن قيده واشتراكه لابد ان تطبق الضوابط ثم من يحقق المعاش لابد ان يثبت عجزه الكل ليس من جهة حكومية فقط انما ايضا من الطب الشرعي كل هذه القرارات تصب في النهاية في صالح المحامين وفي صالح مهنة المحامين نظرنا ايضا موضوعات فردية متعلقة بقيود لبعض المحامين واشكاليات في القيود وهذا لم يكن يحدث قبل ذلك ان مجلس النقابة يناقش ويصدر قرارات في موضوعات يعني ممكن ان تحل في هائة المكتب او في لجنة القبول انما المجلس حريص نقيب المحامين حريص على ان يشارك جميع اعضاء المجلس في مناقشة واقتراح كافة الموضوعات عرض موضوع ايضا متعلق بالميزانية احيلة الى هائة المكتب لدراسته واعداد تقرير بشأنه الاهم موضوع نظر اليوم هو موضوع مشكلة الاستاذ ااية واهم شيء في ان المجلس بيستنكر هذا العدوان السافر ليس على المحامية انما على اي مواطن عدوان سافر سيعاد النظر في قيد ضباط الشرطة داخل نقابة المحامين الذين يمارسون اي عدوان على اي مواطن وليس على المحامي فقط كل هذه الموضوعات نقشها مجلس في جلسة مطولة سوف تعلن وتعرض القرارات بعد سياغتها ان شاء الله خلال 48 ساعة هي تعرض كافة القرارات على السدر المحامي بسم الله الرحمن الرحيم ما حدث الاستاذ ااية من تاريخ فجر السلساء اتخذاه النقيب على كاهله ومجلس النقابة من وقت معرفتنا يوم الخميس الساعة الخميسة مساء وانتقلت الى مستشفى الجامعة وفي ذلك الوقت قمنا بنقلها لمستشفى خاص على تكلفة النقابة كاملة والتحقيق الحمد لله سري مبدائيا الى الان الحمد لله كويس في طب الشرعي نزل يوم بالامس اجرى ما طلبتهم منه النيابة ولكن اكد النهاردة المجلس بان شاء الله مذكرة لسيادة الرئيس بالواقع الاستاذة ايا وجميع الوقائع الماسلة مثلها كان قرار صائب كما اكد ان شاء الله عند الربوع النائب العام من الخارج سنجلس معه ان شاء الله الساعة النقيب كان قرار صائب كذلك قرار دعوة الجماعية العمومية للانعقاد ان شاء الله طريقة باذن الله وفوضنا معالي النقيب في انه يتخذ المعاد ويحدده باذن واحد احد هذه القرارات بجانب تشكيل اللجان الخاصة بالدفاع عن الاستاذة ايا بجانب لجان قانونية لادارة المذكرات ونحن في اتجاه ان شاء الله السليم واتمنى هو لهذا جزء بسيط من حق الجزائية الى الان ولكن احنا معاه الاخر المشوار واطمئن برضو السادة المحامين بان صحتها كويسة الحمد لله وان اجرى لها عملية بالامس والحمد لله وان الجنين بحالة صحية جيدة لان في اقويل كثيرة بتقال على الواقع التواصل الاجتماعي كلها كاذبة وكلها تضليل وان شاء الله سنواصل الموقع النقابة بكل جديد في موضوع السادة الحقيقة ان القرار الذي صدر اليوم عن مجلس نقابة المحامين نقيبا واعضاء بالاجماع نما هو قرار صحيح ونأيده جميعا فقد زادت في تلك الاونة اعتداءات الشرطة على السادة المحامين بدون وجه حق وذلك يحتاج الى وقفة كبيرة وبالتالي فقد وعى المجلس الى هذا وشمل قراره كافة الاجراءات التي يجب القيام بها لمنع ذلك التجاوز لانه يعد اعتداء على حقوق الانسان ويعدوا تعطيلا للقانون ويعدوا ارهاقا وتعطيلا للمحامين في القيام بواجبتهم رغم ان الدستور قد نص على ان المحامون شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي وسيادة القانون كما نص ايضا على لهم وحدهم الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم فهذا النص الدستوري له جلاله ولا يجوز لهيئات الدولة ان تتعامل مع المحامي بهذا الشكل لانها تعطل تحقيق العدالة وتعطل تنفيذ القانون وان تجاوزات الشرطة ادت في يوم من الايام الى وضع الى اعتذار السيد الرئيس الجمهورية وهذا يعني لا يجب ان يتدخل السيد الرئيس في كل صغيرة وكبيرة وده مش هيحصل الا لو الجهات والهيئات في الدولة التزمت بصحيح القانون مع كافة المواطنين وليس المحامون في حسب وبالتالي المجلس اتخذ هذا القرار باللجوء الى مجلس النواب والمجلس القومي لحويل الانسان والمجلس القومي للمرأة والسيد النائب العام لمواجهة تلك الظاهرة لان تلك الظاهرة ضارة بمصر اولا ثم بكافة شعبها وانا اؤيد هذا القرار كلية الحقيقة قرارات المجلس قرارات انا بعتبر هذه الجلسة جلسة تاريخية وقراراتنا وقرارات النقيب ومجلس النقابة هي قرارات تنبع في الاصل وفي الاساس تلبي رغبات كل محامين مصر في عدم الاعتداء على اي مواطن مصري مش على المحامين بس تزايدت في الفترة الاخيرة اعتداء بعض ضباط الشرطة على المواطنين والمحامين بالشكل السيء اللي يسيء لوزارة الداخلية اللي احنا اساسا بنلتبسيها انها بتحمي الامن والامان واخر موضوع من موضعات دي والاعتداءات دي واليزاء ده موضوع بنتنا آية عبد الرحمن في الشرقية احنا خدنا قرارات حاسمة قرارات جريئة قرارات مسئولة من نقيب مسئول ومجلس مسئول تلبي كل طموحات المحامين فيما تعلق بموضوعات مثل هذه الموضوعات ولازم من تدخل الوزير الداخلية ولازم تدخل النقيب العام ولازم من مناجدة رئيس الجمهورية في تدخل من اجل رفع هذه الحاملة المنهجية على المحامين والمواطنيين من بعض الضباط اللي يعني ما بيقدروش مسئوليتهم عن حماية حقوق الانسان حتى فيما تعلق بأداء دورهم وعملهم القرارات محترمة جدا القرارات احنا خدناها بعدما كل الأعضاء كل واحد قال رأيه وانا قلت رأيه في موضوع آية وخدنا قرارات الحمد لله بالعالمين انا اعتقد انها يعني تسد على قدر الحد الادنى في مطالب المحامين في مثل هذه الامور بقول لحضرتك ان الاجتماع النهاردة اجتماع من الاجتماعات المميزة خاصة وان صدر فيه قرارات كلها كانت بالتصويت وبيطلعت كلها باغلبية اعضاء المجلس اتعرضنا للقضية اللي هي الحدث الملح وهو النظرة الاجمالية مش المحامية بس وانما حماية الحضيات على المستوى العام وقراراتنا قرارات كانت جريئة فيها قرارات تصعيدية وفيها قرارات على اعلى مستوى كل القرارات اللي اصدرناها النهاردة كلها قرارات بتتميز بالعمل المؤسسي فهذا الاجتماع من الاجتماعات اللي هي ذات اهمية قصوى واجتماع كان متميز وغلب عليه الحادث بتاع الاستاذة ايا محامية الشرقية ان شاء الله بإذن الله تم تشكيل لاجنة المتابعة التحقيقات لصرع الضبط الجاني وتقديم المحاكمة ان شاء الله قرارات المجلس قرارات ايجابية وهي ليست قرارات انفرادية قرارات بناء على اراء اعضاء المجلس كلهم الكل تكلم وكانت بداية الكلام كانت عن مشكلة الاستاذة ايا عبد الرحمن محمد الشرقية اللي اصيبت في من ضابط غير مسئول فكان كله قال رأيه منهم اللي قال نعرض على رسم المورية منهم قال تكلم مع وزير الداخلية مع النائب العام مع النيابة هناك والحمد لله كله ده تبلور في قرارات ايجابية وهي مطلب جمعية العمومية للمحامين مش مطلب العضاء بس وما ان إلا اننا احنا ممثلين عن الجمعية العمومية ونقلنا وجهة نظر الجمعية العمومية للمجلس والحمد لله المجلس استجاب وان شاء الله بإذن الله القضية هتصعد على مستوى عالي جدا علشان خاطر المحامية هي وليها صفتين هنا محامية ومواطنة فهي وإحنا كقلعة الحريات محامين قلعة الحريات بندافع عن المحامين من ناحية وعن المواطن المصري من ناحية وكان هناك انتهاك لحرية المواطن المصري ممثلة في الأستاذة آية عبد الرحمن بنتكلم النهاردة عن قرارات المجلس بخصوص وقعة الأستاذة الزميلة الأستاذة آية وبنقول إن المجلس دايماً في ظاهر كل محمينه المشكلة مش مشكلة فردية المشكلة مشكلة تتعلق بمحامين مصر كلهم وبمجلسهم وبنقبهم بنقول إن حق آية في رقابتنا إن شاء الله جاهزين إن احنا هنجيبه في مجموعة من القرارات النهاردة صدرت تتعلق بالواقع دي أعتقد إنها كافية وأعتقد إنها إن شاء الله إذا أدت سمارها هتكون مرضية لكلفة المحامين وبنأمل إن شاء الله إن تكون المسألة غير متكررة حتى مع المواطن العاد في الشارع لأنها وقعة غير مسبوقة وقعة تعتبر اعتداء سافر من شخص غير مسؤول إن شاء الله هيحسب إن شاء الله مجلس النقابة وعلى حق المحامية لغاية ما يجي بإذن الله وقد رأى الأعضاء أن تلك القرارات كانت ضرورية لتوفير الدعم والمساندة للمحامية وتأكيداً للدور المنوط بالنقابة ذلك أنها تخاطب جميع الجهات المسؤولة في الدولة بالإضافة إلى إصدار بيان يخاطب جموع المحامين والرأي العام يسرد كافة الإجراءات التي اتخذتها النقابة درءاً للشائعات اشتركوا في القناة